كل شيء في الشمال السوري حقيقة له أثر كبير على عملية مكافحة هذا الوباء أولا لا يوجد فرق طبية تعمل بشكل منظم للكشف عن الوباء هناك هناك حالة فوضى كبيرة هناك حالة عدم نشر التوية بشكل صحيح حقيقة لو كانت هناك سلطات تسيطر على أرض الواقع في الشمال السوري يجب أن يحاكم المئات من من ينشرون الإشاعات في الإعلام ومن يحولون هذا المرض إلى أضحوكة البعض يقول أن هذا المرض غير معدي وأنه كذب وأنه مسلسل دولي وحقيقة يدفعون الناس إلى الموت الناس تصدق كل شيء في الشمال السوري هناك غياب حقيقي للإعلام الهادف هناك غياب للإعلام أصلا الأهالي الكبير من الأهالي لا يمتلك وسائل لمتابعة الإعلام والبعض ينقل الإشاعات والشائعات هناك خطر كبير أن يكون هناك مصابين ولا أحد يستطيع أن يعلم أن هناك مصابين لأنه لا يوجد إجراء روتيني يومي للكشف عن المناطق أو للتحديد من يصاب أو من يمرض بالأصل من يصاب بوعقة صحية في الشمال السوري غالبا لا ينقل إلى المستوصفات لأن المنطقة هناك غير مهيئة لاستقبال المرضى يترك في منزله ماذا لو كان هذا الوباء قد انتشر ولا أحد يعلم خاصة أن هناك عناصر ما يعرف بنبع السلام يغادرون من مناطق درع الفرات وغصل الزيتون إلى نبع السلام عبر الحدود التركية ويحتكون بشكل مباشر مع الجيش التركي ويدخلون إلى تل أبيض ورأس العين ثم يعودوا إلى هذه المناطق ولا ننسى أن مناطق رأس العين وتل أبيض أيضا هناك اختلاط كبير مع مناطق قسد ومناطق قسد هناك بعض الإصابات في فيروس كورونا ومن نسؤول عن نشره هناك هو النظام وصرحت قوات قسد بذلك أن النظام يدفع بالمدنيين للدخول إلى مناطقها دون أن يلتزم بالإجراءات الطبية أو بالإجراءات الوقائية لذلك الإجراءات في الشمال السوري معقدة جدا نستغرب أن يكون هناك غياب لحملات التوعية الحقيقية الفاعلة نطالب أن يكون هناك توجه من الإعلام العامل في تلك المنطقة الإعلام الذي يستطيع الوصول إلى الأهالي هناك سواء كان الإعلام المرئي المسموع المكتوب الإعلام الذي يعتمد على السوشيال ميديا أن يوعي الناس بشكل صحيح هذا ليس كذب هذا وباء قاتل وهذا الوباء إذا لا سمح الله انتشر في تلك المناطق سنشهد كوارث كبيرة جدا يعني لا يمكن لأحد أن يتدخل إذا لم يكن الأهالي أول من يتوعى لهذا المرض بشكل صحيح وليس بالطريقة التي عملوا بها ويقول لك نحن مناعتنا قوية نحن لم نقتل في البراميل هذا الأمر يجب أن يحاكم من يطلق هذه الشعيات هنا شكرا